بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من أكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقدس للذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتذلون ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطارود ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرمة المثقام لن في صامنها والله سميع عليم الله وليل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وولياؤهم الطاغود يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار من فيها خالدون ألم در إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين قال أنا أحيي وأمين قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفره والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خامية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عامين ثم بعثا قال كذل لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عامين فانزر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم وانزر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانزر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسها لحبا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أريه كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبهم قال فأخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم جعل علام على كل جبل منهن جزا ثم دعوهن يأتي نفس عيام وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أذام والله غلي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذام كالذي ينفق ماله رئى الناس ولا يؤمن بالله بل يوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه الثراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه الصلاة لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآدت كلها ذعفين فإن لم يسبها وابل فاطل والله بما تعملون مسير وابلت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاب وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ذعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقته كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ذتفكرون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من هدو النفقون ولستم بآخذي ولستم بآخذي إلا أن تغمذوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعجكم الفقر ويأمركم بالفحشام والله يعجكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم يؤدي الحكمة من يشام ومن يؤدي الحكمة فقد ودي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقد من نفقد أو نذرد من نظر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تغدوا الصدقات فنعيم ماهيم وإن تخوها وتغدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بماذا عملون خبير ليس علي جوداهم ولكن الله يهدي من يشام وما تنفقوا من خير فرئا نفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تذلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خيرين فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراهم وعلانية فلهم أجر رمعين عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخببه الشيطان من المسم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاه موعدة من ربه فانده فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما أقاموا الصلاة ما آتموا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربي من الله ورسوله وإن تبدوا فلهم رؤوس أموالكم لا تذلمون ولا تذلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم فعلنون وإن تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايا لهم بديل إلى أدن مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاذب بالعدل ولا يأبى كاذب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليلل الذي عليه الحق وأن يتق الله ربه وأن يتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيا أو ضعيفا أو لا أو لا يستطيع أن يمل له فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لن يكون رجلين فرجل ومرأة ذال ممن درضون ممن درضون من الشهداء أندضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعون ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجن ذلك أقصد عند الله الأقوى من الشهادة وأدنى وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاء كذب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم وادقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفرين ولن تجدوا قادما فريان مقبوضا فإن أمن بعضهم بعضا فليؤذي الذي ادمن أمانته وليتق الله ربا ولا تكدم الشهادة ومن يكدمها فإنه آثم قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ويؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرعك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا أطاقة لنا بهم واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أند مولانا فانسرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكذاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الضواد والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء هو الذي يسمركم في الأرحام كيف يشام لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكذاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكذاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم سيغنى فيتبعون ما تشابه منه بطغاء منه بطغاء الفتنة مبطغاء تحويله وما يعلم تحويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكم كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيهم إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدهب آل فرعون والذين منها قبرهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغنمون وتحشرون إلى جهنم وبحس المهاد قد قال لكم آية في فئتين التقذى فئة تقادل في سبيل الله فأخرى كافرة يرونهم كافرة يرونهم مثليهم رأي العيد والله يؤيد بنصره من يشام إن في ذلك لعبر ذلك للأبصال زين للناس حب الشهواد من النساء والمنين والقناتين المقندرة من الرهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك بداع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمدنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أعودوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفن بآيات الله فإن الله سنيع الحساب فإن حاجوا فقل أسلمت مجيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد هدوهم وإن دمن لو فإن ما عليك البلاغ والله بصير بالعباد موسيقى 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 المترجم للقناة